قبل أن نخش في تفاصيل حلقتنا حابب برضو أعرف رأيك في مبارات مبارح النادي الآلي مع الوداد المغرب أنا شايف والله أنه يعني بغض النظر عن الهدف اللي تقبل في الآخر طبعاً واللي أشعرنا ببعض المرارة لأنه اللقب كان يعني شبه حسن يعني بنتخالي أنه لو كان 2-0 أعتقد أنه كان في طريقه للحسم لينا بشكل كبير ولكن الأهل الليعب والله ماتش مثالي كل المنظومة من الناحية الفردية والجماعية لعبة ماتش كبير جداً جداً أنا مبسوط جداً بشكل آلي في الملعب لو كانت النتيجة دي وفي أي تأثير في الملعب كممكن تكلمنا كلام تاني بس هو بجد ما حدش تدخر أي شيء لا فنياً ولا تكتكياً ولا بدنياً ولا ذهنياً في الماتش وبيحصل كل يعني أنك تستقبل هدف نهائي على المستوى دوت وعلى الدرجة دين الندية وقدام فرق كبير زافري الوداد ما لعبش برضو ماتش قليل الوداد لعب ماتش كبير لعب ماتش أمن بحظوظه فيه إحنا وإن كنا نستحق أو ما نستحقش أهداف تانية أو كنا نقدر نسجل أهداف تانية بس النتيجة أنا مش شايف أن هي كارثية قبل ماتش العودة عندنا فرص إحنا متقدمين بهدف رحنا في وضعيات أصعب من ديب كتير والتاريخ يشهد أن إحنا رحنا رادس متعدلين واحد واحد في القاهرة وإحنا اللي متعدلين في آخر دقيقة التاريخ يشهد أن إحنا رحنا الصفاقسي واحد واحد واخدنا اللقب في رادس مرتين التاريخ يشهد على وضعات معقدة كتير جداً الأهل بيروح فيها التاريخ يشهد أن ملعب محمد الخامس عرفنا نكسف فيه الوداد مرتين في السنوات الأخيرة سواء 1-0 رمي ربيعة في 2015 أو 2-0-2020 محمد مجد أفشا وعلي معلول فده تاريخ قريب مش تاريخ بعيد ما هو ده التاريخ يا أحمد اللي بتكلم عليه اللي بيدينا ثقة لفرقتنا وإنت الكلام اللي بتقوله كمان وأداءنا فيه هذه المباراة لازم يعنعكس بثقة من جماهرنا أن الموضوع مش هقولك الموضوع هناك سهل ولكن أنت قادر بتاريخ قادر بالعادة قادر بالمستوى اللي بيقديه النادي الأهلي أنت قادر وقرة القدم فيها كل حاجة فهو ده الأجواء الواحد حابب تكون موجودة لغاية بداية المباراة مش عايزين نتطرق لأجواء مختلفة أصل ممكن يحصل كذا أصل ده فلان هيكلم فلان أصل الحكم اللي جاي ده ماتش اعتزاله فممكن جدا يعني كل ده ده مش مفيد أصلا ده هيصدر نوع من أنواع الألق شوية يعني ألق كده ممكن يروح للفرقة يروح للأجواء العامة وده مش مطلوب في الوقت ده احنا مر علينا ظروف أصعب من كده ولكن خلي بالك كمان احنا تعاملنا في سنوات قريبة جدا بأسلوب احنا بعد كده قلنا احنا ده كان أسلوب غلط ان احنا بنتكلم خارج نطاق قرط القدم وده فلان وعلان وهيحصل فينا كذا وهيحصل فينا كذا ده خرجنا شوية عن التركيز فاحنا مش عايزين نقرر أخطأنا يعني أنا باتفق معك طبعا يا كابتن الماتش ده لو تلعب كما ينبغي أن يلعب وخدنا حظوظنا للآخر حتى لو لقدر الله مرجعناش بالكاس الفرقة دي هنتعامل معنا هم أبطال لأنه مجوم من بعيد جدا ومش سهل ان احنا نوصل ستة فينال في سبع سنين واربعة فينال في خمس سنين الكلام ده مش واربعة فينال متتالي واربعة من آخر خمسة وستة من آخر سبعة وتسعة من آخر تلاتاشر الكلام ده كلام مش سهل احنا بنتكلم عن أقوى بطولة في القرى ده أولا ثانيا أنا باتفق برضو مع حضرتك جدا احنا تعرضنا لظروف أصعب من دي بكتير واخدنا النتائج اللي احنا عايزنا يعني انا بتذكر ماتشو رجاء السنة قبل اللي فاتت ماجيتين داي عمل ايه في العودة ماجيتين داي نفسه ماتشو مصر والمغرب نفس الحاكم دوت كان بيحاكم ماتشو مصر والمغرب وازاي تعرضنا لمشاكل كتير جدا في ملعب وفي الآخر اللعيبة والرجولة والتيكتيك والأداء الهادي هو اللي طلع من المشاكل دي المشاكل دي ما هيش أول سنة بنشوفها في أفريقيا فالعيبة أنا متأكد أنهم عزلين نفسهم تماما عنده ومش قليل أن الأهلي يروح كذا بلانكا متقدم بفرق جون ده مش شيء هاين على فكرة هو وإن كان بيصدر هو وإن كان بيصدر أنه الماتشالة خلصانة بالنسباله بس هو مطالب أنه يجيب جون الوداد مطالب أنه يجيب جون أنك تجيب جون في النادي الأهلي بالشكل ده الوداد على فكرة سجل هدف في سنبا في الشروط التاني وما سجلش في سنداونز في الأدوار التانية كلها مسجل هدف واحد قدام سنبا التنزاني ورايح على سنداونز بقعادة الهدف خارج الديار وده مسألة أنا شايف أن النادي الأهلي أقوى من كل الخصوم اللي يدد قبلهم حتى لو سنداونز كان فريق متمرس فعلا ولكن النادي الأهلي قادر أنه بإذن الله يطلع بالماتش ده مسجل هدف يريحه أين كانت النتيجة وبإذن الله ما نستقبلش أي قدر من الأهداف حتى لو استقبلنا نكون في إطار مريح لينا ونكون بعد ما بإذن الله نسجل أنا شايف أنه ده في المتناول وإن شاء الله أنا متأكد الرجالة أدهوا أنا كمان عندي ثقة كبيرة جدا جدا الحقيقة عندي ثقة في فرقتنا عندي ثقة في الإدارة الفنية عندي ثقة في المواقف الصعبة اللي مرر بيها النادي الأهلي في البطولة دي البطولة دي مرت على النادي الأهلي فترات صعبة جدا مباراة الهلال السوداني وكنت أنت مطالب بالمكسب ولا أجير شيء المكسب كنت وقت من الأوقات كنت تقريبا خارج البطولة والأمور مش في إيديك رجعت تاني في إيديك الحقيقة مشوار النادي الأهلي خلال هذه البطولة كمان بيدي نوع من أنواع التفاعل والثقة أداء النادي الأهلي بيدي نوع من أنواع التفاعل والثقة ما بقولش كده أن المباراة سهلة المباراة صعبة ما فيش شك جماهير كبيرة جدا يعني هم كمان فريق الودادي الحقيقة كمان بعد خروج جريده أعتقد المدرب الجديد كمان إداهم شكل أفضل يعني على مستوى التركيز على مستوى التنظيم على المستوى الهجومي بقوا شكلهم أفضل ما فيش شك أن الودادي فريق كبير طبعا ولكن زي ما بقول مش عايزين نصدر إحباط عايزين إحنا زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا العملية الهدوء التام في الفترة اللي جاية تركيز التام اللعيبة إن شاء الله بإذن الله أنا المتفائل إن شاء الله رقم 11 الكياس 11 هتكون موجودة في دولاب النادي الأهلي بإذن الله